مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة وتقص ربيعي لطيف يوم الأحد وأيضا أجواء دافئة منتصف الأسبوع مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزد الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأخضر يمثل درجات الحرارة الأقل بينما اللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأعلى وبالتالي يقترب من المملكة كتلة هوائية دافئة يبدأ تأثيرها اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله بحيث تكون الأجواء دافئة يوم الاثنين أما الأحوال الجوية المتوقعة نتوقع هذه الليلة أن تكون الأجواء صافية إلى حد ما ودرجات الحرارة الصغرى بحدود 11 درجة مئوية بينما الملموسة 10 درجات لكن تميل الأجواء إلى البرود قليلا خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة هناك ارتفاع تدريجي أيام الأحد والاثنين والثلاثة يوم الأحد بتوصل درجة الحرارة بحدود 17 إلى 19 حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة هذا العظمى والصغرى بحدود 11 درجة مئوية الأجواء يوم الأحد مشمسة لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرود ليلا الاثنين ارتفاع آخر واضح على درجات الحرارة أجواء دافئة بالنهار ومشمسة لطيفة وبالليل أيضا أجواء لطيفة لكن تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العظمى 23 والصغرى 25 يوم الثلاثة ارتفاع آخر على درجات الحرارة يعني ستوصل العظمى بحدود 24 إلى 25 أجواء دافئة ومشمسة تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية ودرجات الحرارة يومين الاثنين والثلاثة أعلى من معدلاتها بشكل واضح وأيضا الصغرى يوم الثلاثة بتكون 12 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية ارتفاع على درجات الحرارة أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرود ليلا إربد 21-12 عجلون العظمى 20 والصغرى 12 جرش العظمى 22 والصغرى 12 المفرق العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء معظم الأجواء المنطقة أجواء لطيفة في النهار ومشمسة وارتفاع على درجات الحرارة البلقاء 18-12 مأدب العظمى 18 والصغرى 11 عمان 17 العظمى والصغرى 11 الزرقاء 21-12 والبحر الميت أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية أما المنطقة الجنوبية أيضا أجواء مشمسة لطيفة نهارا مع ارتفاع غاضح على درجات الحرارة الكرك 20-11 الطفيل 17-12 الشراء 15-9 وامعان 22-10 حتى بنلاحظ الأجواء تميل إلى البرود بالليل خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر العقبة أجواء معتدلة ومشمسة وأيضا درجة الحرارة العظمى 30 هذه بالنهار بتكون أما بالليل فالأجواء لطيفة والصغرى 20 درجة مئوية أما المناطق الشرقية أيضا المناطق الشرقية لطيفة نهارا تميل إلى البرود ليلا الأزرق 24-12 الصفاوي 23-11 والرويشد 23 إلى 10 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابع نترككم في رعاية الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري